قوله الأخير فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات وإنما انكرها طائفة من الجهمية وكأنهم جعلوا ذلك باطلا وإلا فما يمكنهم انكار وقوع ذلك قوله هذا الأخير يثبت لكل عاقل ما قلناه من عدم فهم تيمية لمراد الرازي والجهمية وأن تيمية يتحدث في واد غير واد الرازي ومطالبه فهو تيمية يقر ويعترف أن الجهمية أو طائفة من الجهمية ومنهم الرازي لا نزاع عندهم مع أهل الإثبات بل وأهل الثبوت والوقوع بل تأسيس بحوثهم وببانيهم وتأويلاتهم يعتمد على فرض الصحة وفرض الثبوت والإثبات بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك على فرض الصحة هم يناقشون وهم الأولون بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك وعلى الأقل فهو يكون حج على من يعتقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص تيمية فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين اهل الاثبات اذن لا يوجد نزاع يقول وانما يقول حتى الجهمية ليس عنده نزاع في هذا يقول وانما انكرها ليس الجهمية وانما طائفا من الجهمية وكأنهم جعلوا ذلك باطلا اذن هذا ابارة عن بطلان عقلي هذا يرجع الى التنزيل والتقديس وانا يقول وانا فما يمكنهم انكار وقوع ذلك اذن يقول هو واقع وفي المنام ويسلمون بهذا ولا يمكن انكار هذا لكن يوجد البعض منهم انكر هذه يقول هذا يخالف التقديس والتنزيل اذن على هذا الاساس يكون كل جل الجهمية يسلمون بما ولد في الروايات اما بالتسليم المطلق من جانبهم او بالتسليم بها على اساس انها حجة على من يعتقد بها على فرض التنزل مع من يعتقد بصحتها فهم على هذا الاساس يناقشون فاذن ما علاقة الجهمية بتصحيح رواية وتضعيف رواية ومعارضة رواية وطريق الرواية وراوي الرواية ما علاقة هذا بما يريده الرازي الجهمي هو على فرض الصحة على فرض ومنود هذا اللف فهو يؤول هذا اللف وانتهى الامر اقول مع ملاحظة ان الجهمية منهم من ينكر رؤية العين في اليقظة فقط ومنهم من ينكر رؤية العين في اليقظة ورؤية المنام ايضا ومنهم من ينكر رؤية العين فليقظ ورؤية المنامة رؤية القلب والفعاد فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك والجهنية أهل العقل والمعقول السائرون على نهج الرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم في التوحيد والتنزيه والتقديس فأنهم ينزهون الله ويقدسونهم من كل ذلك لكن وكما أشار التيمية فأن بعضهم يخفون أشار شيخ التيمية في كتابه قال يكذب هؤلاء يقول هؤلاء يستخدمون التقية هؤلاء يكذبون لكن وكما أشار التيمية فأن بعضهم يخفون ذلك خوفا وتقية من سلطان أو ردود فعل الناس وكما يخاف ويتق التيمية الآن من الناس فلا يصرحون بمعتقدهم الواقع في التوحيد الجسم الأسطوري الذي يعتقده أمتهم ابن تيمية وباقي أمة التشبيه والتجسيم قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه رب خالق غير مربوب مخلوق وكل ما تصوره فهو بخلافه إنه رب خالق غير مربوب وغير مخلوق غير مربوب مخلوق كل ما تصوره فهو بخلافه كل ما تصوره في اليقظة، في المنام، في الإسراء، في المعراض، في الألقال، في الفؤاد كل ما تصوره فهو بخلافه وقال عليه السلام لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه وقال صلوات الله وسلامه عليه ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنى من شبهه ولا سمده من أشار إليه وتوهمه ولا قصده من أشار إليه وتوهمه وقال عليه السلام مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة وقال عليه السلام من رحلي في الأشياء فيقال هو فيها كائن ولا منع عنها فيقال هو منها بائن وقال عليه السلام ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج يخبر لا بلسان ولهوات ويسمع لا بخروق وأدوات وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام وعلى أخيه الرسول الصلاة والسلام قال الخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداد والبصير لا بتفريق آله والشاهد لا بمسه والبائن لا بتراخي مسافه والظاهر لا برؤية والباطن لا بيطافه بانه أو بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وضانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه